كل شيء ينسى بعد حين إلا تفاصيل مباراة الأردن فما جرى فيها لا يمكن أن يصدق أشبه بكابوس أسود سيبقى جاثما على صدورنا لن نستفيق منه سريعان ولا يمكن علاجه بالمسكنات والمهدئات والمثلبة الأكبر إنها حدثت بفعل فاعل قصم ظهر الفريق بصوت مجروح ووجه غارق بالدموع وجسد مهدود الحيل هكذا خرجت جمهور العراقي من ملعب المباراة عيون جاحظة من شدة الظلم فعندما انتهت حلول الأردنيين صار الأمر متروكا للحكم الإيراني الذي أنهشه قلق هدف أيمن حسيان فراح يتلاعب بمشاعر شعب بأكمله والذي جعل حالنا أمامها كالمثل القائل لمن تشتكي حبة القامح إن كان القاضي دجاجا لكن ورغم فداحة ما حصل ورغم إيماننا بأنها مؤلمة وقد يكون أبلغ وصف لها مباراة مسيلة للدموع إلا إن الخسارة يا سادة لا تعني التفرغ للبكاء وارتداء السواد لنهاض برأس مرفوع لا داعي لفرق راحات اليدين من شدة الحايف ولا داعي لقضم الأظافر ونهش الأصابع فالمكتسبات كثورة والمستقبل زاهر وجسور الثقة ما زالت ممتدة فيكفي إننا خرجنا غير ملطخين بعار التلاعب والفرار مضينا للمباريات بشراف قبل أن توقفنا صافرة حاقدة والمهم إننا لسنا في أزمة كما يتصور البعض كل ما هنالك إننا تعرضنا للغادر اشتركوا في القناة